اخمدت الية الدفاع المدني حريقا بمنزل من طابقين في منطقة سترة اودى بحياة رجل وامرأة اثر اختناقهما من الدخان الذي تعرض له فيما تعرض عدد من افراد العائلة بالمنزل لحروق مختلفة حيث قام الاسعاف الوطني بنقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم واضحت الادارة العامة للدفاع المدني ان فرق الدفاع المدني وصلت الى موقع الحريق خلال ثماني دقائق من تلقي غرفة العمليات الرئيسية للبلاغ وباشرت على الفور عملية انقاذ القاطنين واخماد الحريق واكدت الادارة ان المعلومات الاولية تشير الى ان الحريق كان بسبب عبث الاطفال باعواد الكبريت ما ادى الى اشتعال احد المقاعد وامتداد الحريق الى باقي اجزاء المنزل اشتركوا في القناة